سمعت أنك رفضت تبوس الرقصة دينا في فيلم وقلت أنك ضد البوس في الأفلام وأنك مش هتعمل كده احتراماً لأهلك وأهل حتتك هو أول حاجة عشان خطر ربنا أنا ما ننفعش في يعني الناس وخدت موضوع دينا لأ إحنا قبل ما نشتغل الفيلم هم أربع بوسات لازم أن أبوس أستاذة دينا هنا وهنا 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 إحنا اتفقنا مع بعض أستاذة دينا قعدنا مع دينا قالت ليه؟ هي دينا اللي قالت وأنا مع بعضين عنا اتنين مش معقولة بصي خللنا صرحة مع بعض مش معقولة يعني برضو أنا حقول لي دينا أنا مش هبوسك ما عيب يعني حتى إحنا قبل ما نشتغل فيلم اتفقنا إنه آخر بوسة هي حتبقى يعني كده أكبوس وروح نازلين ومفيش بوسة هتحصل لأن أستاذ دينا برضو متجوزة وهي أنا بحترمها وهي بتحترم دوت فيها وإحنا اتفقنا مع بعض عشان ربنا ثم أنت قلت لي أولاً عشان ربنا ثانياً أنا عمري في حياتي ما بوست في أفلام عمري في حياتي ما جبت فيديو كليب وجبت بنات بتورس معايا وحضنطا مفيش كلام ده طب ليه بقى ما حافظ على تاريخي وتنيني كده أن أنا حتى لو موتوا لقلوات ده في أعلان عمل أفلام وعمل وعمل عمل عمره ما بس في فيلم ولا حضن حد فيلم بس فكت عايز أكمل بقيت يعني خلاص بقى دينا عملت عشر أفلام ولا تاريخ كله أجي بقى خلاص على الحتة دي وبوصة دي لأ طبعاً فما ومش هتليني في بيت الأفلام مش هبوص بس أنت بوصت بوصة واتحسبت عليك وقلت أنها كت في فيلم فين انذار إيبا ومشوفناهاش في الفيلم كتت في عيش البولبور ما شوفناهاش في الفيلم كتت موجودة في عيش البولبور انت قلت كده انت لسه دلوقتي أولاً قلت أنك ما بتبص في أفلام فعلاً ده حيّ صح؟ والبوصة دي انت قلت أنها كانت في فيلم أه فيلم ومشوفناهاش في الفيلم أه عايز أقولك شمس أحلى من دينا لا الاتنين زي بعض شمس كت في الحلال في الحلال كت في الحلال أه انت أول مرة تعترف أن هي مراتك أه طبعاً ده انت يعني أبهرتني صارح معاك ده انت أبهرتني أه أه طب ليه أنكرت قبل كده كان فيما شاكله حاجات كده وما زي ما هي قالت أنه عشان زوجتك الأولى أه أه فعلاً ما تزعلش؟ أه طب وإيه اللي تغير في ده؟ أه ماش هيكل بقى وحاجات كده وبتاع وكده ما كانش أقول بس أنا كان فيه رطبات ما بيني رجعته لبعض تاني؟ لا ما رجعتهش لبعض؟ لا لا صارح معك؟ أوكي صارح معاك؟ صارح معاك يعني لازم طبعاً أحييك وأشكرك على صراحتك؟ رب أنا خليك أنا شخصياً ما توقعتش أن أنت حتش لدي ده لأنك عادت وقت طويل جداً مصر أنك تخبيه حاجز أعرف أقول لك بقى محق يعني حرام يعني عشان ما بقاش بس أنا بظلم حد فالبن قدم مش 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 زي بقوله كده مش 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 باقي من العمر حاجة فما خلاص كان فيه فترة حاجة كده فنفعش أخبي بقى عشان حرام يعني حتى عشان ما أظلمهاش اعتذرت لها؟ إحنا كنا بتفين مع أعلى ده كنا بتفين على دوت ما اعتذرت لهاش إنك أنكرت دوتكو؟ إحنا كنا بتفين على دوتك عبتين كر برضو كنا بتفين على دوت بس هي فوقت طلعت عقد الزواج لا إلي طلعت زواج ده مش هي ده حد كده منه للابس مش عقد ده ضرب عقدي كده لأن أنا طلعت قلت مش ده عقد وفعلا مش ده عقد مش مكانش ده خالص ده حد كده بن حلال كده يعني أنا هرفز وتقول كده بقيت ربس طلعت صغير وحك كده وطلع عمل عقد ومضى كده وجاب صور هنا وصور هنا وحتى مش جاب من غير أختام وحاجات كده وسيط بس وقتها كنت محرج من أهل حتتك إنك تبقى متجوز راقصة خلاص عزني بقى يعني عزني ولا عمل يعني في الحالة دي تختار أهل حتتك ولا تختار ربنا لا ربنا طبعا قالت مش عمل لي حاجة يوم القيامة مش عمل لي أي حاجة فربنا ده كنت بتحببها؟ ربنا ده فوق كل كلها كنت بتحببها؟ اه طبعا حقيقة جا يا شكرا